السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فن وحس. ومعكم اه صبري. ونهاردة هنعمل الغرزة اه الجميلة دي. هي تنفع صيفية وخريفة وشتوي. اه غرزة جميلة جدا. ده معمول اه بالغرزة اه دي سهل وسريع وجبيلة جدا. اه هعمل لكم النهاردة اه هوريكم ازاي تعملوا اه السكارف او كوفية اه او اه شال بنفس الغرزة هفهمكم تعملوا ايه. والفيديو الجاي ان شاء الله اه هعمل لكم اه منه شاكت. من نفس اه الغرزة هنعمل شاكت بالحردة بتاعته. حردة الباط والرقبة والضهر. واركم وكل التكات والحلقات اه بتاعه. اه هنستخدم في المشروع ده خيط اه ناكو فيزون. هو خيط اه اه جميل جدا. ويسعره اه مناسب جدا. مش اه غالي. اه اه هو خيط متوسط السمك. وبيكترح علي اشتغل اه في التيريكومي ابره اربعة لخمسة. وفي الكروشيب ابره اه تلاتة. اه هو بخمسة وتسعين اه متر. والشال لبيت جرام. وده اه القرار اللون بتاعه الرقم بتاعه. وده اللوت خلي بالكو ان اللون يا جماعة. ممكن يكون اللون واحد اللي هو تلاتة ساعات مسلا. واللوت بتاعه مش اه مش في المركة دي بس في اي مركة. اه اللوت بتاعه اه يعني اه مسلا مسلا بيبقى عمل كمية بدرجة ومسلا تغيير السبغة او تغيير حاجة. فبتبقى بفرقة في الدرجة. فانجو انت بتشتري الخيط لو انت مسلا ساي انت عملت باللون ده. هتاكملي. خدي الورقة بتاعك اه نفس الخيط. عشان انت عرف ان هو نفس الدرجة. سعب بتفرق رقم واحد. فبيفرق في لون الخيط فطبعا انت بيشغالة مشروع به. وتلاقي الحياة اختلفت اه معاكي. الغرزة دي هنعملها مضاعفات اه رقم عشرة. هنشتغل مضاعفات رقم عشرة. اه لو انت عايزة تعملي اه العرض ده. انا هشوح انت تعمليها ازاي? سواء انت عايزة العرض ده او عايزة اي عرض اه كيف. دي عرضها حوالي اه اربعة وعشرين خمسة وعشرين اه سنتي. اه كل واحدة وقديها. انا مستخدمها لخيط اه ناكو وابرة رقم تلاتة ونص. عايزة تستخدمي ابرة اقل برضو انت زي ما انت عايزها. عايزها فلافي اكتر خفيفة وهشة اكتر. ممكن تستخدمي ابرة اربعة او اربعة ونص. كل ما بكبري الابرة بيبقى الشغر خفيف. كل ما بتصغري الابرة بيبقى ماسك اه اه نفسه. تماما? احنا هنعمل للوقتي العرض اه اللي هو خمسة عشرين اه سنتي ده. هنشتغل مضاعفات رقم خمسة اه عشرة. ها اعمل عقدة البداية. وهاعمل مضاعفات رقم عشر. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اه كل عشرة هيعملولي وحدة. تمام? انا عايزة اه هنا اه خمس وحدات. يبقى انا هعمل اه مضاعفات العشرة خمس مرات. على حسب اه ما انتي اه عايزة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. دي التانية. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. التلتة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. تمام? احنا هنقيس. كل ما بتشتغلي بتقيسي انت وصلت الرقم كام? لسه اروح مكملة تاني. على حسب بقى العرض ان انتي اه عايزة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. زي ما قولنا قبل كده كزا مرة ان انتي اي حاجة اي قطعة تشتغليها او اي مشروع تشتغليه لازم تعملي عينة وتشوفي ايدك والخيط بتاعك هيعمل معاكه هيعمل معاكه بصاحة الدي اي? وعلى اساس تقدر التبقيه اي مشروع كبير او تعملي حاجاتك بها. هنا العدد جاب معايا خمسة وعشرين سنتي هبدأ ازود عليه. انا بناء المضافات رقم عشرة. ونزود عليهم خمسة سلسلة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هيخد لفة واحد واعد من تحت الابرة تسع حلقات. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. وفي الحلقة العشرة هدخل واعمل. عمود. لو انت مبتدئة انا عامل سلسلة تعليم مبتدئات على خرصة العمود والنص عمود والفاونديشن كل الغرز اه على القاني. اه هعمل كمان عمود. تالت عمود. رابع. عمود. خامس. عمود. سادس. عمود. سابع عمود. هنعمل سبع عمود. هناخد سلسلة. هنعد من بعد الغرزة دي خلي بالك. الغرزة اللي انت بتجميلي فيها سبع عمود بتكبر شوية. والغرزة اللي جنبيها بتصغر شوية. خلي بالك من النقطة دي عشان ما ترجعيش. اه ممكن ما تعديش دي. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي الخمسة هدخل واعمل عمود. خلي بالك من حتة دي عشان هتفرق معيك كتير. هعمل سلسلة واحدة. واعد من بعديها من بعد العمود اللي انا عملته ده. هعد بعديه اربع سلاسة. واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي الخامس سلسلة هعمل سبع عمود. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع. هياخد سلسلة وهعد من بعد العبرة برضو ناخد بالنا السلسلة اللي فيها السبع عمود كبرت والتانية صغرت. ادي واحدة اتنين تلاتة اربعة وفي الخمسة هدخل وعمل عمود. هعمل سلسلة. وهعد من بعد العمود واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي الخمسة هدخل وعمل سبع عمود. في نفس السلسلة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. هعمل سلسلة وهعد واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الخمسة هعمل عمود. وصلت يا مناتو ولا ايه? هعمل سلسلة وهعد من بعد العمود واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الخمسة هعمل سبع عواميد. هكمل آآ لغاية اخر السطر بنفس الطريقة. هتقريبا ناقص وحدة واحدة. كده اتنين اربعة خمسة ستة سبعة. هعمل سلسلة وهعد واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الخمسة هعمل عمود. آآ ناقص وحدة واحدة هعملها وارجع لكم اهي. كده عملنا بصو انا قلت لكم كل عشرة. كل عشرة بيعملوا آآ وحدة. انا عملت خمس آآ عشرات وبعدين زودت خمسة ودي عملنا اربعة وحدات ناقص واحدة هكملها وارجع لكم. عملت اخر واحدة وعملت سلسلة وعندي هنا واحد اتنين تلاتة وفي اخر اربعة وفي اخر غرزة هنعمل آآ عمود. هعمل تلاتة سلسلة ولف الشغل وبعدين هعمل سلسلة كمان علشان عايزة اعمل فراغ وفي نفس المكان اللي انا قفلت منه ده هعمل عمود. هعمل سلسلة وهاخد لفة وهعد هنا عندي سبع عوامات. عندي عمود اولي هفوته التاني هفوته التالت هعمل فوقي عمود. وفي العمود اللي جنبيه هعمل فوقي عمود. وفي العمود اللي جنبيه هعمل فوقي عمود. سلسلة. واسيب العمودين اخر عمودين دول. وفي عندي بعد كده عمود فراداني. هدخل فوقي وهعمل عمود تلاتة سلسلة عمود في نفس المكان. بقيت مسلس مقلوب كده. سلسلة هاخد لفة افوت اول عمودين العمود التالت هعمل فوقي عمود العمود الرابع هعمل فوقي عمود العمود الخامس هعمل فوقي عمود كده تلات اعمدة. هعمل سلسلة هسيب اخر عمودين وفوق العمود اللي في النص الوحده ده. هعمل عمود. تلاتة سلسلة. وفي نفس المكان هعمل عمود. هعمل سلسلة. هسيب اول عمودين. وفي العمود التالت هعمل عمود. والعمود الرابع هعمل عمود. والعمود الخامس هعمل فوقي عمود. هسيب اخر عمودين. وهعمل سلسلة. في العمود الفارضي ده هعمل عمود. تلاتة سلسلة. وفي نفس المكان هعمل عمود. سلسلة. في عندي هسيب اول عمودين. وهعمل عمود فوق التالت. عمود فوق الرابع. عمود فوق الخامس. وهعمل سلسلة. وهكمل لغاية الوحدة دي. وارجع لكم. عملت اخر وحدة ووصلت الاخر السطر. هفوت من هنا سلسلة. بعد المجموعة اللي هي سبع عوامل. وهعمل هنا عمود. اتنين سلسلة. عشان احنا في اخر السطر بس. وهعمل عمود في نفس المكان. هعمل تلاتة سلسلة. وهلف الشهر. هاخد لفة وغوة المسلس المقلوب ده. هعمل اربع آآ تلات عواميات. بالاولين ان احنا عاملينه يبقى كده اربعة. اهم. تلاتة. والاولين ده معاهم يبقى كده اربع عواميات. هعمل سلسلة. عندي هنا تلات عواميات. فوق العمود الوسطاني هعمل عمود واحد. بس. هاخد سلسلة. هاخد لفة. عندي في هنا فراغ وهنا في فراغ. الفراغ اللي في النص اللي هو مسلس مقلوب هعمل في سبع عواميات. خمسة. ستة. سبع. هنا اربعة ستة سبع. هعمل سلسلة. وعندي سلعة عواميات فوق. كل عمود في العمود الفلسطاني هعمل عمود هعمل سلسلة. وفي اخد لفة وهنا في عندي فراغ اعمل في فراغ اللي في النص سبع عواميات. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. خمسة. ستة. سبع. سلسلة. عندي تلات عواميات في النص هعمل فوق العمود الوسطاني. عمود. سلسلة. سلسلة. اخد لفة في اول فراغ مش عامل حياة في الفراغ اللي بعده هعمل آآ سبع عواميات. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبع. هاكمل آآ هاخد سلسلة وهعمل عمود فوق العمود والوسطاني. واكمل لغاية اخر السطر. وارجع آآ اكمل لكو. تاني. سلسلة لاخر السطر. هعمل سلسلة. عندي هنا المصلص الصغير ده. هعمل في اربع عواميات. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. هعمل ثلاثة سلسلة. والف الشغل. فاول عمود هيقابلني بعد العمود اللي انا ورفع عليه. فاول عمود بعديها هروح عامل عمود. هياخد سلسلة. العمودين اللي باقيين دول هاسبهم. في عندي العمود اللي هو الفراضاني الواحده ده. هعمل فوقي. عمود. هعمل. ثلاثة سلسلة. وهعمل عمود فور نفس العمود. لو مسلس مقلوب كده. تمام? احنا كده بدأنا نعيد السطر ده. تمام? سلسلة. هنسيب اول عمودين. وفي التالت هنعمل عمود. وفي الرابع هنعمل فوقي عمود. وفوق الخامس هنعمل عمود. سلسلة. اصبح عندي ثلاثة عمود في النص. هعمل سلسلة. عندي عمود ناسيب الباقيين. عندي العمود الفراضاني الواحده ده. هعمل فوقي عمود ثلاث سلاسل. عمود في نفس المكان. عمل لي المسلس المقلوب. سلسلة. عندي اسيب اول عمودين. فوق تالت عمود هعمل عمود. فوق رابع عمود. هعمل عمود. فوق خامس عمود. هعمل عمود. هاخد سلسلة. هاخد لفة. اسيب الباقي العمودين التانيين. فوق العمود. الفراضاني هعمل عمود. ثلاثة سلسلة. عمود. هكمل بنفس الطريقة لغاية اخر. السطر. خلصت السطر وعملت. اه. عملت اخر مثلس مقلوب. وعملت سلسلة. وصبت هنا عمودين. فقاها دره اربعة عمودين. انا ست عمودين. وهعمل عمود فوق العمود. التالت. وعمود فوق العمود. الرابع. الرابع. بينا. هعمل تلاتة سلسلة. وهلف الشغل. تلاتة سلسلة بدل اول عمود. وهعمل سلسلة. تانية بدل آآ فراغ. تمام؟ عندي في في فراغة اهو. اهي. وفي فراغة في النص وفي فراغة نحية. يعني في الفراغة اللي في النص ده. هعمل سبع عمود. هي الفكرة كلها. ايه الغرش السهلة. بس انا بوضح لك البداية والنهاية. آآ بتبقى ازاي. يعني في لقس كتيب الشغل في النص قويس قوي. وتيجي في البداية والنهاية. مش عارفين يعملوا ايه. فعشان كده انا بوضحها لك. آآ اتنين اربعة خمسة. ستة. سبعة. سلسلة. عندي آآ هنا في ثلاثة عمود. فوق العمود الوسطاني. هعمل عمود. هعمل سلسلة. في عندي هون مسلسة لفن النص. يعني مش دا ولا دا لفن النص. هون مقلوب دا. هعمل في سبع. عمود. عمود. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. هعمل سلسلة. وهياخد لفة. عندي ثلاثة عمود. فوق العمود الوسطاني. هعمل عمود سلسلة. وفي المسلسة المقلوب دا. هعمل سبع عمود. كل اللي انا هعمله دلوقتي. ان انا هعد اقرر. ان انا عملته. هي سهلة. طبعا انت لو نسيتي. عيدي الفيديو من اول. وهتلاقي التقرار سهل. يعني تشوفي انت في انهي نهاية. خلاص. وعلى اساسها هتشتغل. انا هعمل لكم الصف اللي بعدي. عشان اكمل لكم النهايات كلها. عشان الفكرة مش اتنين اربعة ستة سبعة. انا هكمل بقيت السطر. بس انا عايزة فهمكم حاجة. انا الوقت مسلا انت خلاص عرفت الشغل في النص هيبقى ايه. يعني لو مسلس هروح عامله فوقي سبع عواميد. لو تلات عواميد هعمل فوقي معمود. لو عمود هعمل فوقي مسلس مقلوب. تمام؟ خلاص الشغل في النص تمام. الحرف هو اللي بيفرق. خلاص. هنا اولها مسلس. فوقيها اربعة عواميد. فوقيها عمودين. فوقيها عمود. هرجع عاملك المسلس. يعني انا هوريكي بس النهاية السطر ده او اللي بعده. بحيس انت بيعرفة انا في انهي نهاية هنهي ازاي. بس. خلاص. هي دي اللي بتفرق مع اي حد وهي اللي بتوقف في الشغل. انا هكامل السطر وهوريكو هنكمل ازاي. بس تستطر يا بنات. وبرده زي ما عايز افكركم ان احنا كل الشغل انت خلاص هلفت غرصة بس انا بكمل معاكي علشان اوريكي النهايات. هعمل سلسلة. وعندي هنا عمودين. هسيب اول عمود وفي العمود الاخير هعمل عمود. هعمل ثلاثة سلسلة. هعمل ثلاثة سلسلة. بعمل اتنين سلسلة. بس للفراخ. هعمل عمود في نفس المكان. هعمل سلسلة. هاخد لفة. وعندي هنا سبع عواميد. هسيب اول عمودين. وفي العمود الثالث. هعمل عمود. العمود اللي جانبيه هعمل فوقيه. عمود. والعمود اللي جانبيه هعمل فوقيه. عمود. هعمل سلسلة. عندي عمود فراضاني. هسيب طبعا اخر عمودين دول. عمود الفراضاني. هعمل فوقيه عمود. هعمل ثلاثة سلسلة. هعمل عمود في نفس المكان. عشان اعمل مسلس المقلوب. خلص المسلس. وهعمل سلسلة. هسيب عمودين. وفوق ثالث عمود. هعمل عمود. وفوق رابع عمود. هعمل عمود. وفوق خامس عمود. هعمل سلسلة. وهسيب العمودين دول. وفوق العمود الفراضاني ده. هعمل عمود. ثلاثة سلسلة. وهعمل عمود في نفس المكان. عشان اعمل مسلس المقلوب. وهكذا لغاية اخر السطر. اوريكي ازاي تنهي السطر. خلصت السطر. وعملت ثلاثة عمود. هعمل سلسلة. في عندي هنا عمودين هسيبهم. من جنب العمودين دول. انا هعمل. فوق سلسلة. وهعمل. في السلسلة اللي جنبيها. عمود. الجزئية دي. زي بالزبط اول سطر. احنا اه بنكرر. كل سطرين بنكررهم. بس. الجزئية دي ما تكررتش. قاله في اول سطر. بس. فهمنا. فهمنا انا عايزة اوضح لكم ايه. مش فكرة ان انت تعملي غرزة وخلاص. فكرة رفي البداية والنهاية بتاعتك. هتبقى ازاي. هنعمل ثلاثة سلسلة. وهنلف. اه لأ سوري احنا نسيت. هنقفلها. هنعمل هنا سلسلة التانية. وهنعمل عمود في نفس المكان. هنعمل ثلاثة سلسلة. وهنلف في الشهر. وهنعمل في المثلس المقلوب ده. تلت. اواميه التانيين. هنعمل سلسلة. وفي التلت عواميه هعمل عمود. العمود اللي في النص. هعمل سلسلة. وفي المثلس المقلوب ده هعمل سبع عواميه. كده خلاص احنا بنكرر اللي فات. خلاص. آآ انا برضه هبريكوا شكل الكفية. هنقدر شغلين رايح جاي. هنعمل سبع عواميه دول. جن اربعة خمسة. ستة. سبعة. تمام. هنفضل. شغلين. رايح جاي رايح جاي. زي ما قلنا. كل عشرة. سلاسل بيعملولك. وحدة من دي. دي. خمس وحدات. كل وحدة على فكرة عبارة عن خمسة سنتي. خلاص. يبقى. كل عشر سلاسل بيعملولك وحدة. وكل وحدة عبارة عن خمسة سنتي. فانتشوفي العرض بتاعك قد ايه. وعلى اساسه هتعملي. دي عرضها خمسة وعشرين سنتي. بدأناها بخمسين سلسلة. وزودنا عليهم خمس سلاسل. انت بتعملي مضعفات عشرة. وبتزودي خمس سلاسل. فدي خمسة وعشرين سنتي. بتعملي عشر سلاسل. مضعفات العشرة. مضعفات العشرة لغاية ما تبقى خمسين. يعني بتعملي خمس مرات. وبتزودي عليهم خمس سلاسل. تمام. هتعملي مثلا الاربعين بس. اربعين سنتي. بتاع السورياني. هي عرضها خمسة سنتي. فالأربع وحدات هيبقوا عشرين سنتي. لو انت عايز تعملي كفية عرضها عشرين سنتي. هتبدأي. باربعين سلسلة. وتزودي عليهم خمس سلاسل. طبعا ده حسب الابرة والخيط. خيط متوسقة السمك. وابرة رقم تلاتة ونص. الوحدة دي معايا عاملة خمسة سنتي. فأي شغل بتعملي. تعملي عينة صغيرة. تحطي فيها. وتشوفي هتطلع مقاسها معاكي قد ايه. هوريكو دلوقتي اشتغل. رايح جاي رايح جاي. غاية ما تكمل الكفية. ده شكل الغرزة يا بنات. وشكل الكفية لما خلصناها. طبعا انا برمع عشان مكان الشاشة. فده شكلها شل او سكارف او كفية شكلها جميل جدا. سهلة وسريعة. ادربوا على الغرزة كويس. عشان هعملكو جاكت بكل تكاته. وكل التفاصيل اللي فيه بالحردة الرقبة. وحردة الكم. وكل حاجة. لغاية ما تطلعي شاكت كامل. كفية منات كتير سألتني. هنا في القناة. عايزين حرجات. فانا اطرم هعملكو جاكت مخصوص. ده شكل الكفية. دي عرضها خمسة وعشرين سنتي. وزي ما قلنا بدأنا بخمسين سلسلة دائت خمسة سلسلة. وده شال كبير. ده شال عرضه خمسين سنتي. عرضه خمسين سنتي وطوله مترين. ده عشان تعملي العرض ده. تمام؟ دول عبارة بدأتوا بتسع وحدات. يعني عملت تسعين سلسلة. وزودت عليهم خمسة سلسلة. تمام؟ ده هيبقى الشال خفيف واللذيذ. لو انت عايزها يخف من كده. بس هو عطاك كده هو مناسب. تعملي بابرة اكبر حسب الخيط المعيتي. الغرزة دي عايزة خيط متوسط السمك. مش خط سميك. الخط سميك زي بركم او حاجة سميكة. بتبقى دقيلة. يعني عايز غرزة سهلة. مش سهلة يعني مفاش شغل. تمام؟ ده عايز خط متوسط السمك. ايا كان. هي الملايا بقى الييزة. ده ناكل لكم جميل جدا. فهتعملي شال. عرضه حوالي خمسين سنتي. او خمسة وربعين سنتي. احنا اتفعنا الوحدة عبارة على عشر سلاسل. او خمسة. اعمل معي هنا خمسة سنتي. تمام؟ يارب يكون سهلة عليكم. ويكون في التقو. واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.